اقامت جمعية المحافظة على طراث الوحات بالتعاون مع المجلس الاعلى لاستقافة مؤتمر كيفية المحافظة على طراث مصر المحاضرة بتاعت النهاردة هتتكلم عن طراث الوحات الناس كلها يمكن فاكرة ان الوحات دي يعني سحرة عبارة عن جمل وبالح وزاتون حاجات الطبيعية اللي الناس ممكن تفكر فيها لكن ما يعرفوش ان فيه تراث غني جدا في الوحات الوحات عندنا خمس وحات في مصر في السحرة الغربية منهم سيوة وسيوة دي فيها تراث مصري قديم من قامل اسكندر الاكبر معبد هيبيز وفي عندنا مجموعة من الاثار الابتية موجودة برضو في الامهدة والغويتة ومعبد الزيان في حقبة من الحقبة بتاعت التاريخ الاقباط استغلوا المعابد الفرعونية ككنائس ليهم لانه لقوا انه هو افضل مكان للتعابد بتاحهم ورسموا على المعابد وعلى الاثار المطرية الاشكال الرسومات الابتية زي الصليب والسيد المسيح والمونجرام بتاع المسيحية فبنلاقي كمان من ضمن الحاجات دي كانت منشأ الديانة القبطية زهر في الوحات في نفس الوقت اللي زهرت في جمهورية مصر العربية كلها فكرة المؤتمر دوت ان احنا لقينا فيه يعني الحقيقة منتشر الكلام كتير جدا عن الصحراء في مصر والصحراء في مصر حوالي 96% من مساحة مصر وان فيه مشروعات كتيرة جدا طموحة عند المصريين دلوقتي انها تنطلق الى الصحراء فحيزين نوضح ان الصحراء مش مكان زي ما الناس متخيلها موحش ومقفر وخالي من السكان بالعكس الصحراء في مصر طول عمرها لها سكانها ولها عدتها ولها تقاليدها ولها حضارتها من حيث العمارة من حيث الاكل من حيث اللبس من حيث الهنى من غير فالصحراء غنية طول عمرها في مصر وقدم التراث حضاري ملوش مسيل في الانسانية يدور المؤتمر حول اهم اثار الصحراء الغربية والرهبانة القبطية في الوحات ولفت الانظار حول هذه الاثار لجذب المزيد من السياح انجي خالد نهارك سعيد